تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة مع كريم عمر اننا هنا اكثر من المحالات انت دوروا الى انا و انا اعطاكم قائر و انا سأعطكنكم قائر انكم قائروا الى اين اعمال انا اعطيتهم و موقعين لا اعطيتهم انا الى احضان اننا لا اعطيهم انا اعطاكم الى انا رأي كان هناك كبورة لم تكن موجودًا هنا قبورة خاصة وأعمل رأي فالحجرة ماذا تقول عن الأخيي الأحلى ماذا تقولون يا إخويا أحدالك رأي فالحجرة كبورة أن تجد أنت معجبك كبورة لا أعجبك أنت تعيش np . . يأتيي من الحديث . . . . . . . . . لا أعطينا ساعة نطاعتنا ساعة نطاعتنا حين تنطلع وطول الخبز وطاني يأكلو هنا هل تريدين كديري؟ هل تعالت شو ميك مركب أشيء جزيء؟ ماذا يقول قبور أخويا هل قبور؟ هل تقلع كالت معتك سمية؟ هل تقلع مين كدبش؟ هل أنا قباك؟ هل تحايدك الدراء؟ لا لا أساف هل تخل 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 أولا أني يجو لكم مرحبا بكم هل تقلع أخويا؟ هل تدرعني؟ لكن أيضا اسأله أطبع مهمة قلب أريد بكم هل تتجBRينовали؟ انه لا تقلع أمر على أن أخويا هل تم pill Jah36 حك MT وهل تنطلع فعل فيها وكل العدر لاحب النظر بالمعيشات تقلع حمد الله وأنا نيرجب الحمد لله على قصص الله يجعله أخبره نحن نشوف نحن نشوف نحن نشوف نحن نشوف نحن نشوف نحن نشوف يجب عنه يجب ان يتجب نحن نشوف وحن نشوف أخبره هل أنت تسكنني؟ نحن نشوف نحن نشوف نحن نشوف هل هي من هذه الأمور? لا تقرر فعلى ما تسمى بهذه المطلة؟ هذا السيدم عن السبيت ومشاركة 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 الواحد ومشاركة الوهد محاولي اشتركوا في القناة 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 وبالتالي عبر منبريكم الكريم يعني كانت توجهوا للمسؤولين والسلطة الاقليمية والسيد العامل باش يدخل يعني باش انه يفتح تحقيق او على الاقل لجنة تقصي الحقائق فهد الكلام اللي احنا كنقوله وليه موتق بشكايات عند العمالة وعند المسؤولين وعند المؤسسات الدستورية فاحنا رعيب وعار يعني رعاية صاحب الجلال في 2021 ما زال كيعيشوا في القبورة وما زال كيعيشوا يعني كتشوفوا ان هاد يعني حتى انك باش تسكن في الروضة في حد تايرة جريمة لان حرمة القبور وحرمة يعني يعني حرمة القبور يعني والانسان كيعني كيعيش في القبور كيلعبوا فوقهم دولار يقدروا حفرهم وعند المسائن كيعاقب عنها القانون وشكرا لمنبركم في انتظار تطبيق القانون بهذه الجامعة لان ما نعيشوا بجامعة عين سبيت يعني ازمة القانون وانا كان قالبوا تفعيل القانون والتطبيق السليم للقانون وهاكين على حدول المسائل في القاعي وكيتلبوا جهيز نهار غايتطبق القانون بجامعة عين سبيت وانا شكرا لمنبرش هيتطبقوا بعيشوا الجنيات